علي من عمان هذا الشخص مسافر هذا الشخص مسافر فأنه يترخص برخص السفر سواء سافر إلى بيت أبيه أو إلى بيت أمه أو إلى بيت عمه أو خاله أو إلى أخيه أو إلى أخته ما دام أنه لم يعزم إقامة وليس عنده هناك مكان يستقر فيه بمعنى خاص به يعني بعض الناس الآن يروح إلى بيت أبيه لكن عنده غرفة خاصة فيه هو هذا أقام ما يسمى مسافر مسافر في الطريق إذا وصل إلى بيت أبيه يعتبر قد أقام في مثل هذه الحالة ولذلك تجد بعض الناس الآن مثلا يعيش في مدينة والده يعيش في مدينة أخرى في آخر الأسبوع يذهب إلى بيت والدي أول ما يدخل غرفته عنده سرير وعنده كل أشياء الخاصة فيكون مستقر هذا ينقطع عنه السفر ولا يترخص برخص السفر أما إذا كان لا ما عندي شيء لما يجلس ينام في المجلس ولا ينام في الصالة ولا كذا ما عنده أو يجهز لغرفة ليست هي أصلا يعني مخصصة له هذا يسمى مسافر يترخص برخص السفر ترجمة نانسي قنقر